اشتركوا في القناة جمعية تطوير المسيرين امس بالدار البيضاء حول التوجهات الجديدة للسياسة الصناعية المغربية اشار سيد رياض الى ان المملكة المغربية تتوفر على استراتيجية صناعة واضحة ومحددة بطريقة جيدة وقال ان الاستراتيجية الصناعية للمغرب التي تتمحور حول السياسة الصناعية وتموقع البلاد كقطب اقليمية ترتكز كذلك على قدرة الموارد البشرية الوطنية على مواجهة جميع التحديات وجذب المستثمرين من جميع انحاء العالم واشار الوزير المغربي الى ان المغرب في ظل القيادة الحكيمة للصاحب الجلالة الملك محمد السادس حافظه الله شهد سلسلة من الاستراتيجيات الصناعية كمخطط الاقلاع الصناعي 2005-2009 والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009-2014 ومخطط التسريع الصناعي 2014-2020 ومخطط الانعاش الصناعي 2021-2023 مكنته من التموقع كقطب تنافسية على الصعيد الاقليمي وفي خبر اخر وفي بلغ رسمي لها نفى وزير الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة اليوم السبت وجود وسط بين الجزائر والمغرب مؤكدا ان موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب لا يحتمل الوسطات وجاء في تصريح ادلى به وزير الخارجية الجزائرية لوسائل الاعلامة على همش تفقده لسير مصابقة الالتحاق بسلك الخارجية بجامعة باب الزوارة ان موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب لا يحتمل الوسطات لليوم ولا غدنا وموقف الجزائر واضح ويستند لأسباب قوية حيث جاء ليحمل الطرف الذي اوصل العلاقات الى هذا المستوى السيء المسئولية كاملة غير منقوصة في اشارة مباشرة للمغرب واضف العمامرة لدينا مصالح مشتركة وتوافقات تجمعنا مع المملكة السعودية على غرار باقي الدول تجعلنا نلتقي بصفة دورية من دون ان يتدخل موضوع من هذا النوع في جدول عملنا وجاء تصريح وزير الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة ردا على تسريبات الصحفية الجزائرية قالت ان وزير خارجية المملكة العربية السعودية ذهب للجزائر لتقديم خارط الطريق لوساطة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك بن سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان لتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر ووقف كل اشكال التصعيدة نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء